كعاليات المؤتمر الأول في شعبة الدراسات الأدبية التي يرؤسى الأستاذ الدخول صادر عبدالدار وهذا المؤتمر يأتي تحت علمان حركة النشو في هيئات رسمية والخصة في مرحلة التحول الثاغر ويقام على مدار ساعات هذا اليوم وتسمى هذه الدورة دورة المرحوم الشاعر الكبير الراحم الدكتور محمد أحمد العزق والآن مع كلمة الكاتب الكبير الأستاذ محمد صلى الله جديدة مرحلة التحول هامة في تاريخها كان الاتحاد منذ البداية مؤكباً لها ومعاصراً لها ومشاركاً فيها كما تعلمون كان التحاد كتاب مصر هو أول مقابة في مصر تصدر بيان تأييد للثورة وتتبنى مطالبها بالكامل وكان ذلك في اليوم التالي مباشرةً لقيام الثورة يوم 26 يناير ثم شارك أعضاء الاتحاد فرادة وباسم الاتحاد في الثورة في ميدان التحرير والتي تمخضت عنها في النهاية مسيرة للاتحاد قامت من هنا من مقر الاتحاد في الزمالك إلى ميدان التحرير